على اسم مصر التاريخ يقدر يقول ما شاء هي الحضارة، العمارة، هي العراقة والريادة أرض الكنانة ومنطلق الجدارة هي مصر التي جاءت ثم جاء التاريخ ليست مبالغة أو مجاملة بل واقعا وحقيقة تشهد كل تفصيلة من تفاصيلها بأصالة الأحفاد الذين يمشون على نفس درب وعظمة الأجداد عظمة تبهر كل لقطة فيها القلوب قبل العيون ففي ليلة أضاءت فيها الأقصر العالم وفي أجواء مهيبة مزجت بين المؤثرات التكنولوجية الحديثة وعبق التاريخ القديم افتتحت مصر طريق الكباش الذي يعد أقدم ممر تاريخي في العالم ويجسد عظمة وعراقة الحضارة المصرية الممتدة على مدى آلاف السنين وانعكس إشعاعها الحضاري على شتى بقاع الأرض هنا في الأقصر أو مدينة طيبة القديمة امتزج التاريخ بالحاضر لاستلهام المستقبل فعادت الآلات المصرية القديمة إلى العسف وعاد الجنود بلباسهم الأصلي يجوبون ثاحتي مع بدي الأقصر والقرنك وزيّنوا بهو الأعمدة وأنار الصروحة والواجهات بينما كان النيل على موعد مع المشاركة في عيد أوبت كما كان في تاريخ مصر الفرعونية ليقدموا معا الرؤية البصرية الجديدة للأقصر تاريخا وحاضرا وبينما أعاد هذا الحدث الفريد الأقصر إلى واجهة الأماكن الأثرية في العالم أو بالأحرى إلى مكانها الطبيعي باتت عاصمة مصر القديمة اليوم متحفا مفتوحا يؤكد تفرد حضارتها وتميز حاضرها الذي تعيش مصر فيه عصر جمهورية جديدة دشنها هذا الحفيد حفيد الملوك الذي يسير واثق القطى كأجداده يبني ويشيد ويعمر يستعيد الكنوزة والمجدى القديم لإعادة إحياء وتقديم مفردات الهوية المصرية على مر العصور هي مصر إذن التي لا تتوقف عن إبهار العالم بالأمس كان موكب المميوات واليوم طريق الكباش وما بينهما تاريخ كبير وإرث لا ينضب وحضارة يقف أمامها كل من يراها عاجزا يسأل ويتساءل من أين لها هذا فيجيبه التاريخ هي مصر مالكة الأرض وأم الدنيا